قومي وكهربا بدأ يشتغل بقى المدافعين مش عارفين يلاقوا مين ولا مين خاصة انه كهربا بيعرف يوفع الكرة بشكل كويس يعمل وان تو يعرف يرقص واحد على واحد لعيد فعال لعيد مهاري يعني اتمنى انه كهربا كمان كان يبدأ كان هيفري كتير جدا كهربا لو بصنا على ارقامه هو ليه راح الجن محاولتين على المرمى ايه 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 لمس الكرة تمنتاشر مرة قدامنا ارقامه عشر شوء صنع فرصة لزملاء واحدة واهضر فرصة اللي هي للانفراض اللي هو ضاع اللي هي الكرة اللي جات شبه انفراض لا بس في واحدة عبالة وانتو مع جاية اه دي محاولتين على المرمى هو ليه محاولتين على المرمى واهضر منهم فرصة محققة ايه اللي هي الفرصة زي انفراض ايه 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 اي في المباراة سان داونز و المباراة دي و الاتنين كانوا بردو الساعة تلاتة الضهر ممكن تكون الأرضية و الظروف بتاعة المباراة مش بيبقى موفق فيها فالحتة دي علي معلوله النهاردة بالأرقام فقد الكرة 22 مرة رقم كبير جدا يعني فقد استحوازه على الكرة 22 مرة من أصل 151 مرة النادي الأهلي فقدها أكتر لعب فقد الكرة في النادي الأهلي وكان بيطلع أيمن أشرف دوره أنه بيغطي على المساحة دي ده دور مهمة أول أيمن أشرف أنه بيغطي في الحتة دي فلازم ندي يعني أيمن أشرف قدم مباراة كويسة مش معنى أن الدفاع مثلا كان في بعض الأخطاف العرضيات أو كده لا أيمن أشرف كان ليه دور مهمة في التخطيع على علي معلول أكتر لعب قطع الكرة في المباراة 15 مرة وكمان أكتر واحد حضر الهجمة من تحت عمل 11 تمرير طولي بنسبة دقة 45 و 4 من 10 في التمريرات الطولية نسبة دقة التمريرات القسيرة 94 و 8 من 10 ومعاملش ولا فاول إذن أيمن أقدم مباراة كويسة جدا نبص على الأطراف بتاعتنا النهاردة ما كانوش في حالتهم ممكن أحمد فاتحي كان أفضل نوعا ما من علي معلول خاصة أن هو كان بيلعب على المشاهدة